فقرة المنشات وأهم الأخبار التي حملتها صفحات جرائدنا الوطنية الصادرة لنهار اليوم والبداية كالعادة بيومية الشروق التي عنونت صدر صفحاتها أو أوردت ملفا هاما للراحل عيسى ميغاري رحلة لم تنتهي في الدعوة والإعلام بالبنط العريض عنونة الشروق 24214 طامع يتنافس على 407 مقعد برلماني آخر الأرقام 2400 قائمة حزبية وحرة وطنيا و65 بالخارج على غربال هيئة شرفي ومقر أوقف الماك والمقاطعون مزايدون طلائع الحريات تقول على الجزائريين حماية الوطن وعيسى بالله أخضر بناء الجزائري الجديدة ليس مهمة الرئيس وحده ولا مجالة للمتفرجين بالبنط العريض كتبت أي أشروق أيضا سبعة آلاف مليار لمستخدمي التربية وعناوين متفرقة أخرى من شاكلة الروبرتاج المتعلق ببيع الملابس بالميزان وماركات عالمية بالكيلو وعناوين متفرقة أخرى في الموضوع المعنوني بتضارب الأرقام بين الوزارة أو 2400 قائمة حزبية وحرة تتسابق على البرلمان نعم 12 يوما للسلطة المستقلة لغربالة الملفات وكتبت الجريدة بلغ عدد قوائم الترشح لتشريعية 12 جوان المقبل بعد انقضاء الآجال إيداع الملفات في منتصف ليل ثلاثاء بلغ 2400 قائمة منها 1180 قائمة حزبية و1220 قائمة حرة حسب ما كشفت عنه أمس سلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتضيف الجريدة أما بالنسبة للقوائم الخاصة بالجلية الوطنية بالخارج كشفت ذات الهيئة عن وجود 65 قائمة من بينها 61 تابعة للأحزاب وأربعة تابعة للأحرار التي تم قبول منها إلى حد الآن قائمتين بعد الفصل فيها بصفة نهائية في تفاصيل الخبر المعنون بثلاث نقابات تشل المدارس وتفشل بالثانويات والوصاية تدعو إلى الحوار نعم كتبت الجريدة شن أمس تكتل ثلاث نقابات مستقلة إضرابا وطنيا تم التوقف عن العمل عبر مدارس الوطن بنسبة وطنية بلغت 70% للمطالبة بالرفع في الأجور بعدما تم تجميد زيادة فيها منذ تسع سنوات كاملة وتحسين القدرة الشرائية والرفع في سميك بالمقابل أعلنت وزارة التربية الوطنية أن نسبة الاستجابة للإضراب لم تتعد وطنيا 10% تفاصيل الخبر تجدونه في صفحات الشروق اليومي في الخبر المعنوى بفضيحة مجمع خربوش بالأرقام تقرير المفاتيشية العامة للمالية يكشف الفساد الفلاحي قروض بالملايير دون حسيب ولا رقيب وأويحيا ويسفي وولاة الجمهورية والإخوة خربوش متهمون وغرفة الاتهام ترفض طلب إجراء خبرة مضادة لخربوش وكتبت الجريدة كشف تقرير خبرة المفاتيشية العامة للمالية المتعلقة بنشاطات شركة ذات الجي أغرو للصناعة التابعة لمجمع خربوش والمتخصصة في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية عن عملية استيراد الجرارات الفلاحية بطرق مشبوهة ما أثر في احتياط صرف العملة وقوتي و ما أثر عفوا في ما أثر نعم في احتياط صرف العملة وفوت الربح بالملايير نعم على الخزينة العمومية النتيجة عن الإعفاءات من الحقوق الجمركية وكذا إعفاءات التوطين البنكي في الخبر المعنون بي نفايات تغرق العاصمة ومؤسسات النظافة في قفص الاتهام كتبت الجريدة لا يختلف اثناني حول خطر تراكم النفايات المنزلية الملقات أمام مداخل المنازل والعمارات وتكدسها في مساحات حساسة غير مخصصة للرمي كالمساجد والمدارس وحتى المراكز الاستشفائية والشواطع التي أجمع المختصون والمسؤولون والمواطنون على إنعكاس على الصحة العمومية وعلى البيئة لا سيما في شهر رمضان الفضيل الذي تزداد فيه ظاهرة الرمي العشوائي للقمامة في وقت تلقي فيها الجهات الرسمية باللوم على المواطن وتتهمه بالإهمال مقابل رمي هذا الأخير الكرة في ملعب الوصاية باتهامها بالتقصير في أداء مهمها في جريدة الخبر كتبت أو عنوان صدر صفحاتها بتساؤل استفهامي عجيب أين الجزائر؟ تهفت عربي غربي على ليبيا لتقاسم مغانم السلام وبالبنط العريض كتبت الجريدة شاب يرفض الإفطار حتى يستلم مسكنا استفاد منه قبل عامين في فقرة أحوال الناس وكتبت بشأن السياسة رئيس حركة مجتمع السنو عبد الرزاق مقري للخبر نحن قادرون على تسيير الحكومة بجدارة ورفع مدة توقيف الحاويات إلى 180 يوم زاد من نزيفة الدوفيس ومرضى يصرون على الصيام رغم معارضة الأطباء في تفاصيل الخبر المعنوان بي جراد يفتح النار على تنظيمات نقابية غير معتمدة كتبت الجريدة اعتبر الوزير الأول عبد العزيز جراد بعض تنظيمات نقابية غير المعتمدة ترفع مطالب غير قابلة للتحقيق مؤكدا أن بعض الممارسات النقابية تختم آدافا واضحة وإن كانت غير معلنة ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه سلطات العمومية وأكد الوزير الأول في ختم اجتماع الحكومة أمس الأربعاء أكد أن سلطات العمومية تولي حرصا بالغا لتحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية للعمال من مختلف القطاعات رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة بسبب تدعية الأزمة الصحية العالمية وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الوطني يومية البلاد كتبت أو عنوان صدر صفحاتها استجابة واسعة لإضراب الأساتذة تكتل النقابات يشل المدارس والحكومة تؤكد التزام السلطات بتحسين الظروف المهنية للعمال وبالبنط العريض كتبت العودة إلى إجراءة الحجر واردة نقلا عن مدير معهد باستور الذي حذر من استفحال وباء كورونا المتحور وعنوين متفرقة من شكلة على الدولة تصدي بحزم لحركة الماك الانفصالية نقلا عن عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم وبالبنط العريض لهيب الأسعار يواصل استنزاف جيوب الجزائريين في تفاصيل الخبر المعنون بي بعد أن أصبحت السبب الأولى لحوادث المرور نحو منع كل الاستعمالات اليدوية للهاتف كتبت البلاد كشفت مصالح الدرك الوطني أن مخالفة استعمال الهاتف النقال لا تختصر فقط على إجراء مكالمة هاتفية وإنما تترتب على جميع الاستعمالات اليدوية للمحمول أثناء السياقة وأفادت صفحة طريقية المختصة في السلامة المرورية وتابعة للدرك الوطني أفادت أن مخالفة الاستعمال اليدوي للهاتف النقال لا تعني بأن المخالفة سرية المفعول في حالة المكالمة فقط بل هي تشمل جميعا لاستعمالات اليدوية للهاتف النقال أثناء السياقة يومية الحوار كتبت بالبنط العريض احذروا كورونا تعود بقوة وعن مقري الذي ادعى إلى ضرورة توقيف عناصرها الماك حركة عميلة لفرنسا والصهاينة وبالبنط العريض غربال شرف يتحرك ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دينار جزائري سيدخل حيث التنفيذ سيطبق بأثر رجعيا لـ 11 شهرا وبالبنط العريض نقل 94 ألف مسافر نحو الخارج وعن رئيس رابطة كرة القدم التتويج باللقب العربي هدفنا وفي الثقافة محمد رغيس يعتزل التمثيل في تفاصيل الخبر المعنون برفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دينار جزائري يدخل حيز التنفيذ كتبت الحوار دخل قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون حيز التنفيذ حيث سيطبق بأثر رجعيا لـ 11 شهرا القرار وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ليوم السابع أفريل الجاري وصدر في الجريدة الرسمية ويسري مفعوله بأثر رجعيا بداية من الواحد جوان 2020 بعدما أعلن رئيس الجمهورية عن إقرار هذه الزيادة قبل قرابة سنة أي في ماي 2020 وعشرين يومية الشعب عنوان صدر صفحاتها تخفيض فاتورة الواردات من المواد الصيدلانية اتماع للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد خلص إلى ذلك وتدعية كوفيد تخيم على عيد العمال توجه الحكومة وأرباب العمل والنقابات والنقابات وعناوين متفرقة أخرى في تفاصيل الخبر المعنون تدعية كوفيد تخيم على عيد العمال كتبت الشعب تخيم تدعية فيروس كورونا على اليوم العالمي للشغل في الجزائر كما في دول العالم حيث بات الحفاظ على المناصب ومكتسبات الطبقة الشغيلة رهانا كبيرا بعد الركود الاقتصادي الناجم عن عمليات الإغلاق الجزئي الناجم نعم الاغلاق الجزئي لعديد الأنشطة الاقتصادية والتجارية مشاهدين هذه أبرز العناوين التي حملتها صفحات أبرز الجرائد الوطنية الناطقة بالعربية الصادرة لنهار اليوم لا تذهب بعيدا بعد قد